لو حابب تتفير على ملخص اول سبع حلقاتها هتلاقيون في اللينك اللي فوق ده بعد اما فيوز خافت تنازل لبطنها عمر يسألها وقال لها طيب وإيه الحل دلوقتي قالت له مفيش حل تاني غير ان اللبطني ده يبقى ابني عزت قال لها بس انا مش هقبل ان ابني يتسجل باسم واحد تاني قالت له انت مجنون احنا كنا لسه ننزله سوا وانت مش واخد بالك انت متجاوز مين قال لها مين ما تبقاش بنتك اصلا قالت له كده كده الفضيحة واحدة لازم اللبطني ده يبقى ابني عزت وقامت سابت له العباية ومشيت وحضيت شنطتها فعلا وسابت بيت امها ويوحت الفيلا عشان تخلي عزت يلمسها وتقدر يتكنعه ان اللبطنها ده يبقى ابنه ويديت تخليه يلمسها فعلا عمر بقى لما يوح البيت لأميم اي ده نار ودبت معاه اخناقة وقالت له انزلقتي من الكد والقرف بتاعك ده انت كل يوم والتاني بتخج وما بتقول ليه شايح فين وسيبني انا ميزوعة هنا الواحدي قال لها من اقيلك ان فيه شوية مشاكل في العيادة قالت له بطل كدب بقى من اتصلت بهاردي وقالت لي ان مفيش حاجة حصل انا اتخنقت من العيشة دي وقامت خرجت يوح التقابل للوات زياد اللي قال لها قاليك يا عندي خبر حلو انا فضلت مبايح ورا عمر لحدا ما لقيته مستني واحدة منقبة تحت بيتها وخدها بعربيته وروحه مكان غيب جدا كده فساعتها مي متأكدت ان عمر بيخنها وبان عليها الزعل جدا كمان وحاول زياد انه يستنهز الفرصة دي ويقول لها انت تستهلي حد احسن منه بس ميم قالت له صالح فرح عشان خطي يا زياد وخليته يكلمها فعلا ويصالح وفرح بعتت له اللوكيشن على البيت اللي كانت قاعدة فيه مع فيوز عشان ييجي ياخدها منه ولما زياد يوح على اللوكيشن افتكر انه هو ده نفس المكان اللي شايف عمر بيقابل فيه الست المنقبة وجه في عقل باله ان مياطو هي اللي كانت منقبة وبتخونه كمان مع عمر وعشان كده قام مسكة في نص الشايع وقاعد يضيبها ويقول لها بتعمل ايه هنا يا زبالة بتخونيني مع الكلب ده يا واطية والله ما ياسيبك لحد اما الناس سليجت بينهم وفرح ثابته وطلعت تجي ما بقيتش عارفة تيوح فين ولا تيجي منين فقامت روحت لفريوز وهلتلاقي على فكه انا شفتك مبايح وانتي لابسة النقاب ونزلة وانتي ما خديش بالك مني وكنت فاكه اني نايمة كنت نزلت قبل مين ومش عايزة حد يعرفك يا فريوز طيب اقولك بقى عطيلة زياد شافك وانتي لابسة النقاب وشافك كمان وانتي يجبع عربية واحد تاني وكمان افتقيني ان انا اللي كنت لابسة النقاب واني كنت بخونه حاسبي الله ونعمة ولوكيل فيك يا شيخي تكلمي زياد دلوقتي وتقولي له يا اما انا اللي هقوله وقامت سابتها ومشي ساعتها فييوز كان نفسها القايدة تشق وتبلحها وما كانتش عايفة تهب بايه في حياتي لقيت مين في ضهراء وبتقول لها معقولة طول المدة دي ما تسأليش عني ولا كايني بنتك انا فجأة حسيت اني يتيمة وماليش ولا اهل ولا حبيب وكلكوا سيبتوني الوحدي بابا يا حتجوز صاحبتي وسيادتك بيرتي عني خالص وعمري كان بيخلني مع واحدة منقبة فقامت فييوز قالت لها حقك علي انا اسفة وقامت خديطها في حضنها دخل عليهم عزة وكان مبسوط اني مين ميجات البيت من تاني بس مين ما كانتش عايزة تقريبه فعزة قال لها طيب عايزاني اعمل ايه يخليك تسامحيني ومن غير ما تتكلم بسط ناحية البيت ياسمين اللي كانت وقفة بتتفير عليه فقام عزة يوحلي ياسمين وقال لها انت طالب ويلا اطلعي من البيت مش عايزة اشوف وشك تاني وبعد كده يجع تميم بيت عمر عشان تلمي هدومها وتيجع بيت ابوها وبعتت مسج لعمري بالكلام ده بس عمر قام بعت لها مسج وقال لها خليكي في البيت انا عايز اتكلم معاكي وانا جاي في السكة هو الوقت زياد بقى فدل يشرب ويسكر ويتخيل ازاي عمر كان بيخونه مع امراته فقرر انه لازم ينتقل منه ويخون عمر مع امراته وقام طلع خبط على ميم واول ما فتحت له دخل ويتهجم عليها وكان عايز يفتصبها وهي قاعدة تصوت ولحيها عمر في اخي ثانية وقام مسكوا اداله العلقة التمام وبعد كده زياد قال له ما هي ميم مش احسن من فرح يا عمر ما هي ميم مش احسن من فرح يا عمر تلت اسماء بحرف اليه مش عايف اي خامة دي دلو قصدين يعجزوني مش يعملوا كده ما علينا ساعتها بقى ميم كل اللي جي في دماغها ان عمر جزها بيخونها مع فرح مرات ابن عمتها ولسه عمر جاي شرح لها قالت له باس انا هيوعى نضمي الست الوحيدة اللي عمرها ما جرحتني في حياتها قاله وتعيف اللي فيها زياد بقى بعد ما خد العلقة التمام طلع الشقة اللي كان خاله كتبها الياسمين لقى فيها ياسمين وقالت له بص انا لقيت ايه في شنطة فيوز تحليل بتثبت الحمل بس الاسم اللي فيها غريب مش بتاع فيوز فزياد افتكر ان التحليل دي بتاعت مياته وقام يروح للمكان اللي شاف عمر والست المنقبة كانوا داخلينه وقام عرف من الدكتور ده انهم كانوا جايين يسقطوا الويد للبطن الست فبيردو زياد افتكر ده كله ان مياته حامل من عمر وقرر انه لازم يخلص عليها وعليه وقام يروح البيت وكانها يموتها خلاص بس هي قالت له والله ايما انا اللي كنت لابسها النقاب دي فيوز ساعتها بقى زياد قال لازم انه يستغل الفرصة دي وقام بعت مسج الفيوز من يقم غريب وقال لها انا عمر في مصيبة حصلت ولازم نتقابل ضيوري في المكان والزمن ده ويوحت فعلا المعاد فيوز لقيت عمر داخل عليها وبيقول لها في ايه فيوز قلقتيني بعتلي من يقم غريب ان فيه مصيبة ليه ولسه بيفهمهم من بعض مين اللي بعت لهم المسجات دي طبع لهم زياد وقال لهم يا حبيبي تسدهوا لايقين على بعض قوي انا مش طول عليكم انا عيفت كل حاجة يعني كتبتكو وخيانتكو وفيدحكو هتبقى بجلاجة المصنع يبقى بتاعي وانا مش بطلب حاجة جميلة ده عق امي يعني كل اللي عليك يا سيت الكل انك تخلي عزتي تنزلك عن المصنع وساعتها انت تتنزليلي انا عن المصنع ويا ضيوري ما دخلك شير وما حد شير يا رف حاجة يلا بقى اسيبكو تكملوا قعدتكو واول ما مشي عمر يسأل فيوز قال لها هنعمل ايه في المصيبة دي قالت له لازم نخلص على زيادة ونقتله وبكده تكون خلصت الحلقة التاسعة فلو اعجبك الفيديو مانساش تعمل لايك وشيرو سبسكريب ودعبني كومنت عشان اكمل ولو ما اعجبكش الفيديو مانساش تعمل ديس لايك وشيرو سبسكريب بايدو بس تعبني كومنت عشان ابت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة